بالتأكيد زملاء متواصلين الآن من العراق وخاصة التغير المناخ هذه الحالة والظاهرة التي تحدث في العالم حقيقة مو فقط في البلدان العربية نتحدث عن الجانب العربي والمتغيرات الحاصلة في الآونة الأخيرة ضيفنا في هذا المحور لهذا اليوم من العراق الدكتور نظير فزاع المستشار الفني لوزير البيئة وأيضا المدير العام لشركة اقتصاديات الكاربون ضيف عزيز أهلا وسهلا دكتور ونورتنا يا أهلا وسهلا سيد أحمد شكرا جزيلا على استرداء حياكم الله دكتور نتحدث اليوم عن قضية مهمة بما أنه البرنامج عربي يضم البلدان العربية نتحدث عن التعاون العربي اليوم نواجه أزمة خطيرة في تلوث بيئة متغيرات مناخ ارتفع درجات الحرارة تصحر أراضي كيف يكون التعاون بينه وبين البلدان العربية؟ هل هناك تعاون مشترك؟ شكرا جزيلا نستر أحمد على هذه الاستضافة والحقيقة الموضوع مهم جدا يعني الآن نتكلم أنا وحضرتك في عصر تغير المناخ موضوع التغير المناخي احنا تجاوزنا الآن معدلات درجات الحرارة للكرى الأرضية تجاوزت معدلاتها بالمقارنة بما قبل الثورة الصناعية بدرجة واحدة تقريبا الجهود العالمية تصب الآن في عدم تجاوز درجة الحرارة لدرجة ونصف المعدلات هذا معناه هو تأثير كبير على العالم لذلك هناك استنفار عالمي في موضوع التغير المناخي وفي منطقتنا أيضا هناك استنفار كبير وفي بلدنا أيضا بدأنا نعي تماما موضوع التغير المناخي والحكومة تتهية لهذا الموضوع في خصوص موضوع التعاون العربي الحقيقة يعني هناك تعاون كبير مع جامعة الدول العربية وأيضا لدينا مجموعة تسمى بالمجموعة العربية هذه المجموعة معا نتداول كل الأفكار ونهيئ نفسنا إلى موضوع المفاوضات في موضوع اتفاق باريس للمناخ وأيضا اتفاقية الـ UNFCC الخاصة بالمناخ أيضا ونحن كل سنة نشارك في مؤتمرات الأطراف آخرها كان في كوب 28 في كوب 28 في الإمارات والمجموعة العربية تتداول فيما بينها وتشخص الأولويات وتتخذ القرارات معا وأيضا بما أن مصر هي جزء من هذه المجموعة في سعودية ومصر وكل البلدان العربية الحقيقة لديها مبادرات مهمة في هذا المجال والآن بدأ الوفد العراقي أيضا يكون له شأن كبير في هذه المجموعة في مجموعة الدول العربية واتخاذ القرارات في ذلك دكتور من خلال حديثك وأنت تتحدث عن هذا التعاون العربي المشترك بالإضافة للعالم هل هو ناقوس خطر حقيقي بالنسبة للبلدان العربية تغير المناخ وما يحدث فيه حتى الغلافة الجوي وارتفاع درجات الحرارة هل هناك خطر على الإنسان في الوطن العربي والعالم بالتأكيد نعم لأن الآن هو ضمن اتفاقيات الحقيقة هو ليس في هذه الفترة وأنما منذ 1992 بدأ العالم في قمة الأرض في ذلك الوقت في البرازيل اتخذوا اتفاق لثلاث اتفاقيات دولية وذكروا بأن موضوع تغير المناخ والتصحر والتدهور التنوع البايولوجي هو مهدد كبير للكرة الأرضية لذلك الحقيقة منذ ذلك الوقت استنفر العالم في هذا الموضوع ودقنا قوس الخطر في هذا الجانب الآن احنا وضعنا في العالم كله بدأ يتدهور لذلك أكو تدافع الحقيقة في موضوع المفاوضات والمنطقة العربية هناك تقارير الحقيقة من الأمم المتحدة تخص المنطقة العربية تسمى بالفنروبوليتي أستسمنت ريبورت وهو تقارير تقييم الهشاشة في المنطقة العربية بيّنت بأنه كثير من الدول العربية وخاصة العراق هو على رأس المنطقة العربية أو من البلدان الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية لأن يحتاج إلى عمل كبير كي نضع الأجيال القادمة على بداية الطريق الصحيح ومن أجل التكييف اليوم المتغيرات التي حصلت في البيئة العراقية انبعاثات نفايات والانبعاثات الكاربونية الخطيرة بالنسبة للعراق التي التمسناها من انقطاع تيار الكهرباء المولدات المصانع المعامل كل هذه الأمور التي تسبب أيضا ناقص خطر بالنسبة للمجتمع العراقي كيف تعاملت الحكومة العراقية مع هذه التحديات الجديدة من أهم القرارات هو أن في هذه الحكومة تكون هناك وزارة للبيئة منفصلة حقيبة وزارة البيئة ركزت على موضوع جديد يسمى بالاقتصاد الأخضر قد يكون من بين الآن في العمل الحقيقي لأننا صار سنة نشتغل على هذا الموضوع موضوع الاقتصاد الأخضر والتحسين البيئي يهتم في موضوع التحسين البيئي في هذا المجال فبدأنا الحقيقة من سنة ماضية نقيم كل الإجراءات الماضية ونخطط أيضا للمستقبل في موضوع تقليل الإنبعاثات هذا جزء لأن العراق ضمن اتفاق باريس عند الحقيقة التزام بـ 2% هذا طوعيا للعالم نسمى من الـ business as usual من العمل المعتاد تخفيض وهذا هو مساهمتنا للعالم وعدنا أيضا هناك سيناريو آخر بـ 15% تخفيض أيضا من الإنبعاثات وشركة اقتصاديات الكاربون تم تأسيسها لتكون الذراع التنفيذي لوزارة البيئة والحكومة العراقية في التركيز على موضوع التحسين البيئي والتخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري فلذلك إن شاء الله بالفترة القادمة نواجه تنفيذ مشاريع كثيرة تهم البيئة وتخفض من الانبعاثات دكتور المواطن هو الشريك الحقيقي والمشارك في قضية الحفاظ على البيئة وخاصة التلوث البيئة بمختلف حتى الصوت هناك تلوث في البيئة نعم من خلال الصوت صحيح تلوث ضوضائي طبعا نتحدث عن المواطن العراقي كيف ممكن الارشاد والتوعية من خلال وزارة البيئة بالمساعدة لانقاذ الانسان بصورة عامة في كل بلداننا العربية وليس فقط على صعيد العراق يعني جانب أساسي ومهم جدا من عمل وزارة البيئة هو التوعية والإعلام البيئي فحقيقة احنا عدنا دائرة خاصة في هذا الموضوع لكن موضوع البيئة يحتاج إلى عمل كثير حضرتك تعرف مثلا إذا نتحدث الآن عن كرة القدم وعن الأولمبيات وعن هذا الموضوع البلدان نشوفها تنطي أولويات مثلا أولا الغذاء والدواء والأمور الصحية ومن ثم تأتي مواضيع الرياضة والبيئة وهذه الأمور فالآن حتى نصل أولوية البيئة أخذنا وقت طويل جدا لكن الحكومة الحالية وضعت البيئة ويعني المناخ من الأولويات نزلنا الآن بدينا للمجتمع أن تقفهم في هذا الموضوع الآن في موضوع النفايات احنا نريد نشجع المجتمع العراقي أن يبتدون بالفرز من المنازل حتى احنا نبتدي هناك مشروع جديد لأول مرة في العراق هو موضوع تحويل النفايات إلى طاقة في المستقبل القريب والشباب اللي ذكرتهم حضرتك نريد نبلغهم بأن النفايات ستكون ثروة لأن موضوع حرق النفايات واستخراج الطاقة منعتها هو موضوع مهم جدا العالم كله يعتمد عليه لذلك الحقيقة احنا بدينا هذه الخطوات ويعني نناشد مجتمعنا العراقي والعربي أيضا في الانتباه إلى هذا الموضوع وفي التعاون وإن شاء الله موضوع التوعية يعني يكون من خلال الطلاب ومن خلال الشباب ومن خلال كل الفئات الخاصة بالمجتمع دكتور حضرتك تحدث عن الشباب أيضا نعود بأنهما العمود الحقيقي حقيقة في دعم البلدان في جميع المجالات والأصعد اليوم ما نحتاج بأن شراكة حقيقية مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بقضية التوعية نبدأ من المدرسة تنتقل إلى الجامعات العراقية لأنهما النواة الحقيقية لبناء البلدان والابتعاد عن التلوث البيئة وكل ما يخص المخاطر التي نعاني منها في العالم يعني هناك تعاون حقيقي مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي الآن وزارة التعليم العالي شكلت لجنة عليا تسمى بلجنة التغيرات المناخية بدأوا يراجعون موضوع المناهج وينطون أولويات لموضوع التغير المناخي ووزارة البيئة يكون هناك موضوع خاص بالبيئة ودرس خاص بالبيئة حتى يحفزون الأطفال ويحفزون الشباب وطلاب الجامعة في هذا المجال نعم يعني الحقيقة دور وزارة التعليم العالي ووزارة التربية دور أساسي جدا في هذا الموضوع دكتور أيضا قضية اليوم نشاهد تجري في الأراضي والتصحر الحاصل في بغداد وباقي المحافظات العراقية هل هناك تعاون وزارة الزراعة أمانة بغداد من يهمه الأمر بأن نحن من خلال صوت المواطن العراقي يطالب بالتشجير يطالب بأن تعود المساحات الخضراء الاكتظاظ السكاني بسبب المباني التي حصلت بشكل عشوائي دون تخطيط صحيح سؤاد أحمد مشكلة التغير المناخي بالعالم كله وليس فقط بالعراق هي نتيجة تجور على الطبيعة والآن بدأنا نتوسع بالجانب العمراني على حساب الطبيعة فبدأنا نخنق نفسنا بنفسنا في كل العالم لذلك نحن مثلا في شهر الثالث إلى الفين وثلاثة وعشرين كان هناك مؤتمر نعتبره من المؤتمرات المايلستون بالنسبة للعراق اللي هو حقيقة بدأنا انتقلنا به من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ كان فيه توجيه من مباشر من سيد رئيس الوزراء بموضوع تشجير خمسة مليون شجرة الآن من بعد سنة تقريبا أو أكثر من سنة وصلنا إلى هذا الرقم وهناك طموح أكثر في موضوع التشجير في ضمن مبادراتنا حول المنطقة السعودية لديها مبادرة كبيرة في موضوع التشجير أيضا هناك تعاون الآن بين العراق والسعودية في هذا المجال فموضوع تحديد المناطق التصحر لدينا ملفة كاملة في موضوع التصحر واتفاقية التصحر أيضا في وزارة البيئة وزارة الزراعة الوزارات المعنية كلها بصراحة لدينا استنفار الآن في كل الوزارات المعنية بأن نشجر كل المناطق اللي نشوفها متصحرة لكن بالتناسق أو بالتوازي مع موضوع العمران في بعض الأحيان نشوفون إزالة بعض الأشجار لكن الحقيقة نحن بدأنا نعوضها في مكان آخر وفي أمانة بغداد أيضا هناك تجديد كامل على الحفاظ على المناطق الخضراء مثلها منطقة الزوراء مثلا داخل بغداد اللي تعتبر رئة الحاصل سمعنا في الآن على الأخير رح تكون أيضا استثمار منعف حقيقة الموضوع حقيقة لا عندي شيء معلومة ولكن نحن في وزارة البيئة لدينا الحقيقة موقف ثابت وقاطع وموقف قوي في موضوع تحويل المناطق الخضراء إلى مناطق بنايات وإنما بالعكس نشجع على التشجير ونشجع على سواء أمانة بغداد أو كل الوزارات المعنية والشعب العراقي على موضوع إعادة التشجير لأننا فقدنا في العالم كل موضوع التوازن الطبيعي وبدأنا نجور على الطبيعة فإعادة الطبيعة هو الحل الأمثل للقضاء على تغير المناخ حقيقة نشد على أيديكم من خلال الإعلام بالحفاظ على رئة العاصمة بغداد في متنزهة الزوراء هذا المكان الوحيد الذي يشاهد به تشجير والأشجار الموجودة به والزرع وهو متنفس حقيقي من البنايات المكتظة دكتور نظر فزاع المستشار الفني لوزير البيئة وأيضا المدير العام لشركة اقتصاديات الكاربون نورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل وإذا حب تقول كلمة أخيرة من خلال هذه الشاشات الأربعة شكرا جزيلا على استضافة الحقيقة موضوع تغير المناخي موضوع خطر يحتاج إلى تعاون كبير سواء داخل العراق أو أيضا بين العراق والمنطقة وفقط حبيت أقول أن العراق في شهر أيلول القادم سيكون لدينا اجتماع وزاري مؤتمر يعني إقليمي على مستوى الوزراء لمناقشة موضوع التغير المناخي والتعاون بين دول الجوار القاصة بالعراق إن شاء الله موفقين دكتور بالتوفيق إن شاء الله شكرا إذن زملائي كان هذا الحديث من العراق حول تغير المناخ وكل التحديات التي تواجه البلدان العربية نتمنى بأن نعيش بأمان وسلام في بلدان آمنة سالمة من جميع الإنبعاثات الكربونية وأيضا المتغيرات الحاصلة التي تلوث البيئة في كل مكان في العالم هذه عودة مجددة لكم لإكمال باقي فقرات برنامجنا العربي بيت للكل موسيقى